من المنتظر أن تواجه حكومة عبد المهدي بعد نحو شهر من الآن ضغوطاً برلمانية من أجل إنهاء ظاهرة إدارة الوزارات والمناصب المهمة بالوكالة لا سيما أن البرنامج الحكومي تضمن وعداً بإنهاء هذا الملف بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة درجات الخاصة وعملية إنهاء العمل بالوكالة نتصور ملف شائق جداً خصوصاً في ظل طموح ورغبة كبيرة من قبل القوى السياسية لتثبيت مبدأ المحاصصة نعم هناك تصميم على موضوع إنهاء هذا الملف لكن أتصور بأنه قد يولد أزمات سياسية خصوصاً وأن القوى السياسية لا تزال تعمل على تثبيت مصالحها إصرار الأطراف السياسية على التمسك بمبدأ المحاصصة سيشكل حجر عفرة أمام طموحات عبد المهدي في تنفيذ برنامجه الحكومية الأمر الذي ربما سيربك عمل الحكومة التي ما تزال تعاني من نقص بأربع وزارات بسبب الخلافات بين القوى السياسية بما أن عدل عبد المهدي عنده فترة معينة لإنهاء هذا الملف واللي متبق من عنده هو أقل من شهر بالتأكيد سيواجه صعوبات ومطبات من قبل هذه الكتلة السياسية التي ستحاول أن تبقي هذه المناصب أو حتى استبدال من في المنصب بشخص آخر الإحصائيات الحكومية تشير إلى أن عدد المسؤولين من منصب مدير عام ووكيل وزارة وهيئة تزيد على أربعة ألاف درجة تدار جميعها بالوكالة وليس أمام رئيس الوزراء الكثير من الوقت للوفاء بمجموعة التعهدات التي قطعها على نفسه أمام البرلمان أثناء التصويت على التشكيلة الوزارية لقناة الفلوجة فراس الدوليمي بغداد